كل شيء في حياتنا خير لعل الله يقدر لك أشياء تغضبك أو تسيئك حتى يصرف عنك أشياء تضرك أو تؤذيك الراحة الحقيقية هي أن تقول الحمد لله على كل شيء فلا تجغل نفسك بالدنيا ابتسم فكل شيء مكتوب سوف تلقاه كن عنوانا للجمال بابتسامتك بأخلاقك بمعاملتك كن كالورد بوجودك يحل السرور وبغيابك تشتاق لك القلوب وبكلامك تطيب لك النفوس رب أسألك أن تسعد قلب من تصله كلماته امنحه يا الله حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربه إلى حبك وحببه في نفوس خلقك فلا يمشي على أرضك إلا مطمئن تحفاه عنايتك وتشمله رحمتك حفظكم الله من كل سوء ومن كل شر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين إيه؟ اليوم معايا رز بلبن بتاع المحلات زي اللي بنشتري من بره وبيطلع كمان أحلى معنا لأنك أنت بتجيب الحليب بيكون طبعا بلدي أو زي أي حليب أنت بتحبيه لو الحليب المعلب كله بيمشي يعني بس طبعا الحليب البلدي بيكون لي طعم أحلى وبيدينا دسامة في الرز بلبن خصوصا طبعا وطبعا للناس اللي عملين رجيم ممكن يكلوه بس شوية مقدار منه بسيط أو ممكن يحلوه ببديل السكر ويعملوه حليب بس قليل الدسم أو خالي الدسم أو حتى ممكن يحلوه بالعسل بس يلا نشوف مع بعض إيه مكوناته لتر من الحليب بياخد نص كباية رز بياخد نص كباية سكر بياخد نص كباية مية كمان معلاءة كبيرة من الحليب البودر المعلاءة كبيرة من الحليب البودر بتديله طعم حلو جدا وكمان معلاءة كبيرة من الكريم شونتي أو الدريم ويب نص معلاءة كبيرة من النشا طيب ليه بنحطله النشا النشا لازم نحطها له ليه لإن هي بتثبط القوام القوام مع النشا بيكون كريمي لكن لو ما حطناش النشا الحليب هيكون خفيف شوية وطبعا إحنا عشان غسلين الرز كويس جدا فمش هينزل ألا نسبة بسيطة جدا من النشا طبعا للي بيحبوا النكهات عندك نص معلاءة صغيرة من المستيكة لو بتحبوا المستيكة فيها أو نص معلاءة صغيرة من الفانيليا أو اللي بيحب يأكل إرفع عليها أو يحطوا له زبيب طبعا ده على حسب اختياركم أنتو يلا نبدأ مع بعض في الطريقة الزي بعندي طبعا حلاء أو إناء أنا هعمل فيه بحط فيه الحليب وأسيب الحليب لما يسخن لازم يكون الحليب سخني معايا الرز طبعا بكون غسله كويس جدا بس نقعته في الميا بس خمس دقايق وغسلته كويس جدا وصفيته من الميا هضيفه بس على الحليب وهو سخن هضيف كل كمية الرز والليتر من الحليب بياخد نص كباية رز بس علشان يطلع معاك حلو جدا لهو اللي يكون كله رز ولا كله حليب بيطلع فعلا فعلا لزيز المقدار ده مصبوط 100% شايفين هو إيه؟ الحليب غلي معايا حطيت عليه بس نص كباية الرز هقفل بقى عليه أسيبه خمس دقايق بالضبط وأقفل عليه النار وأسيبه في الحلة دي لمدة ساعة تسيبيه ساعة لحد لما الحليب يبرد بعد ساعة نشوف شكله إن شاء الله كده بعد مر ساعة هعمل إيه؟ هحط الكريم شنطي وهحط نص معلقة النشا وهحط كمان إيه؟ معلقة الحليب البودر وبالضبط على نص كباية الميا اللي أنا أيلالكم عليها ندوبها كل شوية نزدله شوية مية علشان إيه؟ النشا تدوب معايا تدوي بيها كويس جدا طبعا النشا عشان ما تكلكعش معايا الخطوة دي مهمة جدا طيب هكون عاملة إيه بقى؟ هحط الحليب تاني وهحط اللي أنا حطه فيه الرز هحطه بقى على النار أسيبه بقى يسخن تاني معايا ويغلي أول لما يبدأ يغلي خلاص بنزل الخليط اللي عندي وطبعا نزلت السكر السكر لازم أنزله مع الروز باللبن اللي أنا عاملان وأحريكه شوية لحد لما إيه؟ يبدأ يغلي الحليب معايا على النار ويتماسك طبعا النشا مع الحاجات اللي أنا حطوها حريكي شوية بجد بجد الروز باللبن ده بيطلع طحفة شايفين شكله؟ كل ما هيتقلف شوية وكل ما يغلي شوية هيتقل شوية بشوية بس أنت طبعا لازم تصبري عليه بس بحريكه علشان النشا طبعا تدوب معايا لكن لو أنت سبتيه هتكلكع معاكي لازم الخطوة دي أهم شيء في الروز باللبن في الخطوة دي واتدقيه طبعا لو أنت السكر كده كفاية خلاص هتكتفي بالنص كوبايت سكر لو عايزة تاني طبعا كل واحد على حسب زوقه في السكر بيحبه حلو زيادة أو بيحبه كده مصبوط بس المقدار ده مصبوط 100% وممكن نحط زرة ملح كمان علشان تعادل الطعم شايفين هو كده بيغلي معايا هسيبه بقى خمس دقائم أهدي بقى عليه النار خلاص أنا أتأكدت إن النشا دابت معايا وكل شيء أسيبه خمس دقائق وبطفي عليه وبعد كده بغريفه بقى ووريكم إن شاء الله بحضر أي كاسات معايا أو أي ما تحبي أطباق تحطي فيها الرز بلبن طبعا ده بيرجع على حسب زوقكم وعلى حسب اختياركم أنا أحطه في كاسات زي كده شايفين الرز بلبن معايا شكله إيه؟ بجد كريمي وكل ما هيقعد كمان شوية هتلاقيه كريمي وتيقل أكتر بس أنا بحب طعم الحليف فيه بيكون أكتر مش الرز لو عملنا الرز هيكون كله متماسك مع بعضه مش حل شايفين قوامه إيه شكله؟ وزي ما قلت لكم كل ما تسيبه شوية هيتقل قوامه يعني كده مصبوط 100% لو اتبعتي نفس الخطوات دي ونفس المقادير اللي أنا عاملاها بجد بيطلع طحفة وأحسن طبعا من المحلات وأنظف وكفي أن احنا ناكله كده في الشتاء لو بتحبه طبعا دافي هتاكله دافي هيبقى طبعا حلو جدا لأن طبعا إحنا عارفين في الشتاء بنكون عايزين مكونات بتمد طاقة الجسم تزيد يعني نبقى عايزين أن هي طبعا تدفينا فأنسب شيء الرز بلبن في فصل الشتاء وطبعا إحنا عارفين أن ده من الحلويات التقليدية خصوصا عندنا في مصر الرز بلبن مشهور جدا بيتباع في المحلات وطعمه لذيذ جدا طب إحنا ممكن نقدمه كمان مع فواكه مجففة ممكن نقدمه مع مكسرات نية علشان إيه؟ علشان تزيد من القيمة الغذائية للطبق رز بلبن علشان كمان الأولاد في أولاد مش بيحبوا الحليب فعلشان إحنا نديهم الحليب ونعودهم على كده علشان ليه فوايد كتير الحليب جدا نعمل لهم زي كده نحط فيه رز نعمله بودنج نعمله أي شيء المهم ندخل الحليب فيه وأحلى حاجة الرز بلبن بيبقى طعمه لذيذ جدا وإحنا عارفين فوايد الحليب طبعا الحليب بيقينا منها شاشة العظام بيأول أسنان واللسة ليه؟ علشان طبعا فيه كالسيوم كمان ممكن نقدمه للأطفال زي ما قلنا اللي هما مش بيشربوا الحليب كمان سهل الهضم ما بيسببش أي مشاكل في الجهاز الهضمي ليه؟ لأن الرز بيحتوي على ألياف بتنظم حركة المعدة كمان الرز بلبن مفيد جدا للنساء اللي هما حامل للمرضعات للرياضيين كمان كمان مفيد للقلب علشان بيحتوي على فيتامين اي ومعادن الماغنيسيوم فيه دراسات كتيرة أكدت إن الاستهلاك المنتظم للحليب سبحان الله بيقي من السكتات القلبية وتصلب الشريين كمان بيعزز من مناعة الجسم ضد الأمراض يخليك تقومي من الالتهابات ليه؟ لأن الحليب بيحتوي طبعا على كتير جدا من المغزيات الطبيعية ممكن نعمله نخفف يعني نخليه منخفض السعرات الحرارية ممكن تجيبي طبعا ايه؟ ممكن تجيبي الحليب القليل الدسم مش لازم إنه هو كامل الدسم أو مش لازم إنه هو من عند اللبان اللي بيكون فيه إشطة لا ممكن تخليه خلي الدسم وكمان السكر ممكن ناخد بديل السكر أو ممكن حتى نحط سكر خفيف أو اللي ما بيحبش السكر أو يعني خايف من زيادة الوزن يستخدم العسل يحليه بالعسل ويحط عليه مكسرات بيكون لذيذ لذيذ بشكل غير عادي سبحان الله ليه لإنه قلنا الرز بلبن فواية كبيرة كتيرة كتيرة جدا علشان لازم ندخل الحليب للأطفال والكبار كمان وخصوصا النساء أتمنى يا رب إن أنا أكون أفدتكم وأتمنى إن الرز بلبن يكون عجبكم وتجربوه على طريقتي إذا عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته